بسم الله دلوقتي احنا قلنا ان نعمل بيم موضل 3D بس اللوحة اللي بتقدم لازم في كونتو دي فلازم يكون عندي امكانية ان انا اخد مساقط بلان سكشن الفيشن من قلب الموضل لو الموضوع ده مرحقاش يبقى ان انا مش عمل بيم فلو انا مش قادر اخد سكشن مثلا من هنا ويطلع اللي المعلومات مظبوطة او ان انا عايز اقول له معلومة من الدور التاني من التالت هاتلي البيو دوت البلان هاتلي السكشن هاتلي القطاع دوت فده الكلام ده لازم يكون متوفر عشان يبقى موجود بيم فيه برامج بتعمل 3D بس ما بقدرش يحقق الخاصية دي فده ما بقاش بيم لان انا بش مهم عندي شكل 3D وان انا اقدر ارف حواليه انا مهم عندي ان انا اخد قطاعات بحيث ان احط المعنوط بتاعتي بحيث ان انا استخدمها في مواقع البناء لان انا لو بعتله حاجة بالشكل دوت مش هادر افهمها لان لو بعتله 3D مش هادر افهمها هو بيستعين باللوحة ديت لان اعرف الارتفاعات والابعاد والشكل دي كلها والرقام الموجوده دي بتفيده واتسهل عليه الشغل وهنا بيبدأ يتخيل الشكل فلازم يكون معي البلانس وشستيكشن والرفيشن ويفضل ان انا نكون معي بعض الحاجة 3D لان انا ميكون فيه حاجة مش هاضحة هنا ممكن احط له حاجة 3D يبدأ التخيل فيها الحاجة دي هتتركب افهم ترجمة نانسي قنقر